حضرة النبي علمنا ومولانا علمنا ازاي نعالج الكلام دوت بمسألة مهمة جدا ان انا مرفع الساقق في توقعاتي وما افردش في التوقعات في الناس ولا في الاحداث ولكن لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطير يبقى ايه؟ يبقى لازم كمان نفهم ان الانسان هيتضغط نفسه لو انه افرد في التوقعات الايجابية تالت حاجة ممكن تحصل لنا بسبب الافرد في التوقعات الايجابية التأثير على العلاقات لان الشخص لو ما تمكنش من قبول عيوب الاخرين بسبب توقعاته العالية ايه اللي هي ادي ده الى ايه؟ الى ده ده والعلاقات والصدام والاحساس بالغدر والاحساس بالعدم بالخيانة طب رابع حاجة ممكن كمان يكون لها اثر ده يكون اثر سلبي للافراد في التوقعات فقدان الثقة ان الشخص يفقد الثقة في الاخرين لانهم ما تصرفوش وفق توقعاته فيفقد الثقة فيهم ويعتبر ان ده احد اشكال الحكمة وهي ده مش حكمة ولا حاجة ده نوع من انواع رفع سقف التوقعات والتعاون مع الناس على ان هما لازم يكونوا وفق توقعاتي الاثر الخامس اللي ممكن يحصل للافراد في رفع سقف التوقعات ان الواحد يتواصل مع الناس يتواصل غير فعال طب ده يحصل ازاي؟ لان الافراد في التوقعات الايجابية بيؤدي الى عدم التواصل بشكل فعال مع الاخرين لانهم ايه اللي حصل هما كانوا هو ليس بحاجة الى التعبير هما الناس مش محتاجين للتعبير لانه عارف بسبب توقعاته العالية هو عارف محتاجين ايه ومشاعرهم ايه فهم مش محتاجين يتكلموا انا بعرفك من غير ما تتكلم لا ده سقف توقعات عالي مش لازم انت لازم تسمعني عشان تقدر تعرف انا قصدي ايه الاثر السادس بقى اللي بيحصل لما الناس يكون سقف توقعاتهم عالي اوي 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 عدم الاستعداد للتحديات اللي ممكن تحصل ما بين اتنين في علاقة لاني النسان اذا تجاهل الشخص التحديات او الصعوبات اللي ممكن تواجهه مع الاخرين فايلي يحصل هيفقد القدرة على التعاون معهم بشكل فعال لانه الحاجات دي لو حصلت عيحس بان ايه ده انا مصدوم واكتفي عند فكرة ان هو مصدوم لان توقعاته دي ما كانتش واقعية وخاصة في التعاون مع الاخرين وهو بيسمي التعاون مع الاخرين بتوقعاته العالية حسن النية وتأدير ولكن في الوقت نفسه لازم يحترم ان الجميع لديهم مهيوب وقدرات متنوعة ده عيساعدوا على ابناء علاقات صحية ودايمة مبنية على الواقعية ومبنية على الحقيقة ولزيك اسوأ اشكال التوقعات اننا نتعامل كمان مع الله بالتوقعات ايوة نوقف شوية يعني ايه نتعامل مع الله بالتوقعات انا متوقع ان ربنا سبحانه وتعالى عيرزقني رزق عظيم وان ايه الرزق ده يعطيني كل ما تمنيت فانا متوقع ان ده يحصل النهاردة ما حصلس النهاردة يبقى يا رب انا هسبر وقت بكرة وانت اكيد هتحقق لي اللي انا عايزه وافضل اتعامل كده مع مولينا سبحانه وتعالى وحد بقى يستدل باللي احنا قلنا بقى هو مش ربنا قال لنا فيما روح حضرت النبي على الرب العزة انا عند ظن عبدي بي يبقى صحيح ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي لكن ما قالش انا عند توقع عبدي بي ايه الفرق بقى ايه الفرق ما بين حسن الظن بالله والتوقع الشخص اللي صاحب التوقع والمتوقع بيجعل اللي بيتمنى شيء منطقي انه يحصل في الوقت اللي هو عايزه يعني هو بيشوف وكأن ربنا يعني هيجد وقت مناسب ايه تاني غير الوقت اللي انا توقعت ان ده يحصل اذا كان عايز يسعدني موما فيش اقتراحات تانية غير الوقت اللي انا متوقعه ده مش انا صاحب الحاجة اه بس ربنا ربنا لكن احنا ما نتعاملش مع الله بالتوقعات نحنا نتعامل مع الله بالرجاء وبنطلب من كرم وسبحانه وتعالى وكل الاحاديث والايات اللي بتبشر للانسان باعطاء الله فهي بتبشره عشان يتعلق برجاء الله مش انه يعتبر ان ما توقعاته حتمية على الله لان الله فعال لما يريد اه صحيح الله لطيف بعبادي وليس الله بكاف عبدة صحيح كل ده صحيح بس في نفس الوقت الله هو الله يفعل ما يشاء اما ايه بقى الفرق ما بين حسن الظن والتوقع التوقع انا لا احدد لله سبحانه وتعالى لا الوقت ولا الكيفية ولا اللي انا عايزه اتحقق ازاي لكن حسن الرجاء انا وحسن الظن انا متأقن ان الله كريم وان الله ودود انا عرضت حاجاتي على الله وطلبت ان هو يحققه وهو سيحققها في الوقت الذي يريد الذي هو افضل من الوقت الذي اريد اشتركوا في القناة